السلام عليكم حتى استكمل معكم ملف الأويس 14 على الأقل لحد الآن كان من الواجب علي أن أشارككم فترة ما بعد التحديث فقد تحدثت عن ما قبل التحديث وعن التحديث واليوم أريد أن أشارككم بعض الأمور الخاصة بما بعد التحديث اطمئنه لن أطيل عليكم ابقوا معي لنتم الحديث بعد قليل أول ما أريد أن أشارككم إياه هو انطباعي عن التحديث بالنسبة لي أنا جد راض عن تحديث الأمس الرسمي لماذا؟ بعيدا عن العواطف وبعيدا عن التطبيل كما يقولون تصوروا أنني قمت بشحن البطارية مباشرة بعد التحديث إلى 100% ومنذ الأمس لم أقم بشحنها مرة أخرى قد يقول الكثيرون منكم وماذا فعلت بهاتفك؟ فعلت به الشيء الكثير وأنتم تعلمون ذلك فقد قمت بإنجاز فيديو من حوالي عشر دقائق منذ الأمس إنجازا يعني تسجيلا ومنتاجا ورفعا في اليوتيوب وفيديو آخر من حوالي دقيقتين نفس الشيء وقمت باكتشاف الأيو اس وأنتم تعرفون ما تعنيه كلمة الاكتشاف بالنسبة لمحتوى مثلي وها أنا أقوم بتسجيل فيديو آخر ثالث من الأمس إلى اليوم سأشارككم إياه سأقوم بمنتجته ورفعه على يوتيوب إضافة إلى أشياء أخرى يعني على هذا الأساس فهذا الاستخدام البطارية مقارنة مع حالات سابقة بالنسبة إلي أنا جد وراض عن مستوى الشحن أيضا خفة وسرعة أداء الجهاز هاتفي كما تلاحظون ليس من الفئة العالية سعريا إنه هاتف اس او 2020 وأنا راض عن السلاسة التي صار يشتغل بها منذ البداية في الحقيقة هو سالس ولكن أصبح أكثر سلاسة مع الأو اس 14 إذن دعوكم مني ومن هاتفي ولننتقل إلى الحديث عن ما قد يظهر بالنسبة لأغلبكم وأغلبنا جميعا على الأصح ما قد يظهر غريبا نوعا ما هما نقطتان أحاول أن أتحدث عنهما بإجاز لأنني أعطيتهما حقهما سابقا وستجدون حديثا مفصلا عنهما في قائمة تشغيل التي سأشارككم رابطها أسفل هذا الفيديو والتي تحمل عنوان حول الايو اس 14 إنهما الويدجت ومكتبة التطبيقات لنبدأ بالويدجت للوصول إلى الويدجت كالعادة كما كان في الاس 13 نذهب إلى الصفحة الصفر بمعنى نمرر نحو اليمين إن كنا في اللغة اللاتينية يعني هاتفنا في اللغة اللاتينية فرنسية كانت أو إنجليزية أو غيرهما أو نحو اليسار إن كنا على الواجهة العربية لنجد هاتف الويدجت ولكن نجده بشكل مختلف لن أتحدث ولا أشرح الويدجت ولكن ما رقاني في هاتف الويدجت هو أنه يعني يشتمل كعنصر أول على ويدجت ذكي بيل بيل دو ويدجت هاتف الويدجت الذكي لاحظوا بالنسبة لمستخدمين VoiceOver كما أقول لكم دائما أعوضه حينما لا أستخدمه هاتف الويدجت وهو متوافق مع VoiceOver يشمل مجموعة هو ويدجت رئيسي يشمل مجموعة من الويدجت الأخرى ويتضمن الويدجت التي لها علاقة بالتطبيقات التي تستخدمها كثيرا أنت كمستخدم آيفون فمثلا فرادا بالنسبة إليا أنني أستخدم التلميحات والطاقس ووقت الشاشة وغيره هذا الويدجت لا يجب أن يربككم من أراد أن يكتفي بهذا الويدجت الذكي فيكون ذلك أفضل بالنسبة له كما هو الحال بالنسبة لي يعني دون أن يحتاج الويدجت الأخرى يمكنه حذفها ذلك أنه مثلا بالضغط على هذا الويدجت لاحظوا بالضغط على هذا الويدجت يمكنني أن أحذفه بكل بساطة القرار بيادكم إما تستخدموا ويدجت واحد هذا الويدجت الذكي أو كل ويدجت على حيدا من أراد أن يعدل فإن ينزل إلى الأسفل وليضغط على هذا الزر التعديل يعني يأتي لأي ويدجت ليضغط عليه طويلا ليبدل مكانه أو ليسحبه إلى الشاشة الرئيسية يعني الصفحة الأولى لاحظوا سأسحب هذا الويدجت رغما عنه إلى الصفحة الأولى أستطيع أن أضعه في الأسفل في الواسط في الأعلى كما أشاء لنضعه في الواسط صار هذا ممتعا أليس كذلك هو تقليد ولكنه إيجابي للأندرويد لاحظوا الآن أقلبه ليعطيني الطاقس يعطيني تلميحات وغيرها المسألة الثانية التي أردت الإشارة إليها وللوصول إليها أتخطى صفحات بالنسبة لي الوضع لحد الآن هو عبارة عن ثلاث صفحات رابعها مكتبة التطبيقات مكتبة التطبيقات تغير من تصفحك لآيفونك بين قوسين لمن لم يرد هذا التغيير ويربكه هذا التغيير وأنا لست من هؤلاء ليتجاهل هذه المكتبة وأبل حينما وضعتها في الآخر يعني في آخر صفحات تعلموا أن هناك يعني مجموعة من ناس ستتجاهل مكتبة التطبيقات ويبقى الحال عند هؤلاء على ما هو عليه يقلب صفحات التطبيقات على اختلاف عددها بينهم كيف يشاء ولكن لمن اختار مكتبة التطبيقات أيضا لا يجب أن يربككم عفوا التعامل معها فالتعامل معها جد سهل هي مقسمة افتراضيا إلى مجلدات كل مجلد بموضوعه مجلد الرياضة مجلد الأخبار مجلد الشبكات الاجتماعية وغيرها ويمكنكم البحث عن التطبيق للوصول إليه بسرعة عبر طريقتين إما في الأعلى بالضغط على زر البحث وكتابة اسم التطبيق أو لاحظوا معي لا نضغط على حقل البحث ولكن نسحب إلى الأسفل ليظهر حقل البحث في الأعلى وأسفله التطبيقات كلها مرتبة ترتيبا أبجديا ولتذهب إلى ما شئت منها بقي أن أشير إلى أن هناك إعدادا في واجهة الأيو اس الأربعة عشر أسمته أبل الشاشة الرئيسية بالضغط عليه نحن أمام بعض الإعدادات الفرعية الجد بسيطة حينما تقوم بتنصيب تطبيق جديد هل تريد أن تظهر أيقوناته في مكتبة التطبيقات وفي هذه الحالة سوف لن يظهر على باقي الصفحات أو تريد الاختيار الأول هو أن يظهر على الصفحات الإعداد الفرعي الثاني هو تفعيل خاصية ظهور تلك الأيقونة الحمراء التي تظهر عدد محتوى التطبيق مثلا لديك سبع ناصر في الفيسبوك عشرون عنصرا في التويتر هل تريد أن تظهر تلك الأيقونة الحمراء في مكتبة التطبيقات يعني على كل تطبيق على حدى ضمن مكتبة التطبيق في حالة اختياركم وأختموا بهذا في حالة اختياركم لإخفاء التطبيقات والاكتفاء بالمكتبة مكتبة التطبيقات فقط يعني إخفاء كل الصفحات أو بعض الصفحات حسب ما يحلو لكم والاكتفاء بالمكتبة مكتبة التطبيقات فقط ما عليكم سوى الضغط على أي مكان في الشاشة تظهر مجموعة من العناصر تختارون منها تعديل الشاشة الرئيسية لاحظوا تظهر علبة حوارية خفيفة ظريفة صغيرة تخبركم بطريقة إخفاء التطبيقات فما عليكم سوى الضغط على الأيقونة المصاحبة لكل تطبيق ليتم إخفاؤه نضغط أوكي كان هذا في الضغط الأولى الأول مرة قوموا بذلك للمرة الثانية لتظهر أيقونات التطبيقات في وضع التعديل التطبيق الذي تريدون إخفاءه اضغطوا على الأيقونة المجانبة له بالنسبة المستخدمي في VoiceOver هذا متوفر أيضا ومتوافق مع VoiceOver نحن أمام ثلاث خيارات إما حذف التطبيق والجديد هنا هو إضافته إلى مكتبة التطبيقات لاحظوا ها هو قد اختفى من الشاشة الرئيسية وذهب إلى حال سبيله إلى مكتبة التطبيقات وهكذا قوموا مع التطبيقات فضلت أن أشارككم هذه الطريقة السهلة لتصل إلى أكبر عدد ممكن منكم وعدتكم أن لا أطيل ويظهر أني أخلفت وعدي ولكن ليس هذا بيدي فجديد iOS أكبر من أن أحط به في مدة أخطط لها سلفا إلى لقاء آخر دمتم في رعاية الله والسلام عليكم